السلام عليكم ورحمة الله سعال وبركاته تأخذون معي صغاري الكتاب المدرسي صفحة 142-143 إذن عنوان الحكاية كبش العيد لا بأس قبل أن أبدأ بسرد الحكاية أن نعرف بالعيد كبش العيد إذن نحن نتحدث عن عيد الأضحى إذن ماذا نقول عن عيد الأضحى إنه أحد العيدين عند المسلمين والعيد الآخر هو عيد الفتر إذن عيد الأضحى يوافق عشر منذ الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة ويعد هذا العيد أيضا ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره الله سبحانه وتعالى فيها بالتضحية بابنه إسماعيل ولكن بعدها أمره الله بدبح أضحية بدلا عن ابنه لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام كان خروف أو بقرة أو جمل وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء ومن هنا جاءت تسميته بهيد الأضحى عاد أحمد وأخته ليلى من سوق المواشي مع والدهما وكانوا قد اشتروا كبش العيد ربط الأب الكبش في فناء الدار وأوصى أحمد وليلى بالآتناء به وهدم الاقتراب منه قالت ليلى انظر يا أحمد كبشنا مليح وأقران هل أعجبك؟ نعم يا أختي أنت ستقدمين له الأكل وأنا سآتني بتنظيف مكان جلوسه استأنس الطفلان بكبش العيد صار لا يفارقانه إلى أن حلت صبيحة يوم العيد استيقظ أحمد باكرا وأيقظ أخته وقال لها أبي سيدبح صديقنا كبش العيد ولن يكون لنا صديق نلعب معه بعد اليوم صدقت يا أخي ولكن ما الهمل؟ لقد فكرت في خطة ننقذ بها صديقنا كبش العيد وما هي؟ أفرغ الطفلان دولابا كبيرا كان مخصصا للأغراض القديمة وأدخل فيها كبش العيد وأحاطه بأفرشة بالية قال أحمد هذه هي خطة يا ليلى لن يجد أبي كبش العيد أين عاد الأب من المصلى تفقد كبش العيد فلم يجده في مكانه فصاح لقد فر الكبش أين أنت يا أحمد أين ذهبت يا ليلى حضر الطفلان وانطلق البحث عن كبش العيد في منازل الجيران وفي كل مكان فلم يعثر له على أتر وبينما جلس الأب يفكر في ما سيفعله إذا بكبش العيد يخرج من حجرة الطفلين وعلى ظهره أغطية قديمة وهو يصيح باع فرح الأب وقام إلى الكبش يعانقه بينما تصمر كل من أحمد وليل في مكانهما قال الأب أنتما من أخفى كبش العيد أجابت ليلى نعم يا أبي سامحنا قال أحمد المكان سوق المواشي فناء الدار المسجد حجرة الطفلين الشخصيات شخصيات الحكاية إذن هناك ليلى أحمد الأب الأم كبش العيد الأحداث ماذا حدث البداية عودة ليلى وأحمد من سوق المواشي التحول استأنس الطفلان كبش العيد وصار لا يفارقانه المشكل تفقد الأب الكبش فلم يجد الحال خروج الكبش من حجرة الطفلين النهاية صياح الكبش ستقومون بإنجاز تمرين كتابي له علاقة طبعا بالحكاية أقرأ السؤال أجيب على ما يلي شخصيات الحكاية مكان الحكاية ثانيا ألاحظ الصورة وأعبر عنها بجملة إذن كل واحد منكم سيعبر عن الجملة بأسلوبه الخاص بالتوفيق صغاري ودمتم في رعاية الله وحفظه شكرا